لكن الحقيقة طالما النظام ناوي يتعامل مع الانتخابات النهب جد فأنا آسف يا جماعة لجمهور آخر كلام أنا كمان هحاول أتعامل مع بعض المشاهد في الانتخابات النهب جد لأنه هم عايزين كده يعني هم حابين يلعبوا اللعبة بالشكل ده فتعالوا نشوف مع بعض كده من اليوم الأول لبداية الترشح في الانتخابات وجامع التوكيلات من الذي ينفق على حملة عبدالفتاح السيسي لأنه في شوية أرقام وملاحظات مهمة شوية الهيئة قالت أن أنت عندك 20 مليون جنيه وخمسة مليون في حالة الإعادة راتب السيسي وفقاً ليه 2014 هو 42 ألف جنيه وقال أنه تنازل عن نصفهم من أجل مصر وطبعاً كلنا صدقنا الكلام ده وقال أنه تنازل عن نصفهم زي ما قلنا يعني السيسي بيتقضى 21 ألف جنيه فالراجل ده بيتقضى 21 ألف جنيه والمفترض أنه معه 20 مليون حد أخصى عشان يشتغل في الحملة الانتخابية جميل قوي تعال أقول لك مبارح السيسي صرف كام تقريباً في أقل من يوم في أقل من 24 ساعة إيه هو المبلغ اللي صرفه عبدالفتاح السيسي نشوف كده الراجل بيتكلم أنه هو عمل ربع مليون توكيل أو تعمله ربع مليون توكيل مبارح يعني فيه ربع مليون بني آدم نزلوا من بيوتهم عملوا توكيلات مبارح اللافت إيه يا جماعة اللافت أنه إحنا شفنا ناس كتير قوي شايلة البانر اللي هو الخشبة وعليها البانر اللي هي متر في متر عليها صورة السيسي وتحية مصر ومش عارف لمستقبل أفضل والكلام ده يعني فيه فلوس أنفقت على الطباعة لو إحنا نزل مبارح ربع مليون واحد بكلام الأستاذ عمر أديب أنهم عملوا توكيلات مبارح خلينا نقول أن نصهم أو أقل من النص شوية مئة ألف واحد من الربع مليون كانوا شايلين البانرات لأنه الحقيقة ما فيش موقع لم يخلوا من صور مواطنين شايلين بانرات عليها السيسي فكده الراجل ده اللي بياخد واحد وعشرين ألف جنيه الحملة بتاعته بدأت مبارح طبعوا بانرات ووزعوها على مئة ألف واحد من الربع مليون تقريباً إحنا بنقول تقريباً يعني أكيد ما عندناش معلومة إنهم مئة ألف شارب يعني طيب نكمل كده ونشوف المئة ألف دول لما نزلوا مبارح تكلفتهم كام عشان نعرف الراجل ده جاي بالفلوس منين سعر البانر تقريباً اللي هو متر في متر اللي كانوا مسكينه مبارح ده من خمسة وسبعين لمية جنيه لو طبعة رضيئة ومستوى رضيئ البانرز اللي شفناها مبارح بتقول إنها أغلى من مئة جنيه لكن أنا هقولك إنه يا عمي البانر ده تكلفته مئة جنيه فإحنا عندنا مئة جنيه في مئة ألف مواطن يعني مبارح الراجل صرف كام في حملته الانتخابية عشرة مليون جنيه في يوم واحد في يوم واحد هو مش ده نصف قيمة الحد الأقصى اللي الهائقة الوطنية اللي انتخابات حدرته أي نعم بالزبط كده طب الراجل ده جاب الفلوس دي مني الحيا مش عارفين طب الراجل ده هيكمل الحملة بتاعته إزاي يعني إذا كان في يوم واحد في ربع مليون توكيل صرف حوالي عشرة مليون جنيه اللي هو نصف الميزانية اللي الهائقة الوطنية محدداها طب هيكمل إزاي في شوية أسئلة مهمة لازم نختم بيها هنا نشوف كده أولا الراجل جاب الفلوس منين دي نقطة مهمة مين اللي نظم ده للسي سي في أحد التسريبات في 2015 كان عباس كامل قاعد مع رئيس جامعة المستقبل كويس وبعدين صحي الصبح لقوا البلد على طريق صراح سالم العمدان كلها متعلق عليها لافتات عباس كامل كان قاعد مع ظابط رئيس جامعة المستقبل هو اللي عمل اللافتات دي ومتعلق في طريق صراح سالم ده لافتات عليها صورة السيسي ومش عارف ايه بتاعه فعباس قاعد مع الظابط اللي معاه في المجلس العسكري بيتكلمه مين اللي عمل الكلام ده وإحنا صحينا وانه الوزير استغرب ازاي يا جماعة الكلام ده حصل ومش عارف ايه قال يعني وبعدين اتضح في الاخر انه هو ده رجل اعمال قام حاب يجامل عب فتاح السيسي فقام نشر له الكلام ده كله على العمدان وعباس اعجب جدا بالفكرة وقال له طيب ما نعمل الكلام ده في كذا مكان ومش عارف ايه فالسؤال الاول مين اللي بينظم ده للسيسي اعتقد الاجابة واضحة سيادة اللي هو عباس كامل المدير المخابرات العامة وسيادة العقيد ولا العميد محمود عبد الفتاح سعيد خليل السيسي ابن فخامة الرئيس المشير الجنرال الركن من اين ينفق السيسي على حملاتي الانتخابية ده سؤال مهم لازم تسألوه ما تقوليش الانتخابات مهزلة وهو اه معلش هي مهزلة وهي تمثيلية وهي كل حاجة لكن لازم تسأل تفضل تسأل الاسئلة دي لانها حقك لان الفلوس دي فلوسك انت انت كمواطن مصري بتدفع درائب تريليون جنيه واكتر بشهادة محمد معيت من حقك تسأل الراجل ده جاب عشرة مليون جنيه مبارح منين وزعهم بانرات على الناس عشان يعملو له توكيلات والرقم ده على فكرة ممكن يكون اكتر ممكن يكون مبارح خلص العشرين مليون يعني لو الربع مليون دول او اكتر نزلوا وعملوا الكلام ده وشغلوا البانرز وبانرز بمئة جنيه خلص خلصت العشرين مليون وعدة بقى عدة بقى هيوصل الحملة الانتخابية بتاعته لتكلفة كام من اين جاء هؤلاء بالاموال هل توجد جهة رقبية يمكن ان تسأله عن اموال الدعاية الحقيقة مفيش جهة رقبية فاحنا بنسأله احنا من هنا من اليوم الاول هو في هذه الانتخابات الشكلية او الحقيقية اي ان كان موقفك منها احنا بنطرح هذه الاسئلة اليوم الاول الراجل ده صرف حوالي عشر مليون جنيه الفلوس دي جابها منين تعالوا نفتكر السيسي هو بيقول ان هو تنازل عن نص مرتبه عشان مصر نتابع انا باخد مرتب الحد الاقصى وكان من دون التوجيه ان مفيش حد ابدا ياخد اكتر من الحد الاقصى ومحدش هياخد اكتر من الحد الاقصى انا بقول كده ليه لان مش معقول لابدأ طب الحد الاقصى كان اثنين واربعين طب دول كتير علي دول كتير انا بقول قدامكم هنا هعمل حاجتين المبلغ ده نصه مش هاخده وانا لا اتفضل ديه على حد نصه مش هاخده طب كده طب في حاجة تانية قد اعملها نعم نص ما امتلكه نص ما امتلكه حتى اللي ورسته على ابويا انا هتنازل عنه عشان خطر بلدنا رئيس وطني جدا واحنا متأثرين جدا من الايام دي الحقيقة بس معلش برضو احنا رزالة شوية الفلوس بتاعت مبارح انت جبتها منين هل ده من الجزء النص التاني اللي انت ورسته عن البابا ولا دي اموالك الخاصة ولا دي مرتباتك ولا دي موازنة الدولة ولا دي فلوس المصريين الكامبانر اللي توزعوا مبارح تكلفتهم عشرة مليون يا عبفتاح فانت جبت الفلوس دي منين ده سؤال مهم لازم ترد علي